من أكثر الفئات التي تهتم بها شركة تيكنو هي فئة الكامون والتي تهتم دائما بالسيلفي وكما بالتصميم الأنيق والمرة دي تيكنو قدمت لنا الكامون اكس بحوالي 3100 جنيه فهلا هيكون موبايل منافس ده اللي هنعرفه في المراجعة دي السلام عليكم انا احمد الاطحة من فون في ريو وفي القناة دي هتليها مراجعة موبايلات وتحليلات تقنية ومواضيع عامها للتقنية فلو انت مهتم للمواضيع دي اتأكد انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تصلك كل الفيديوهات الجديدة وكالعادة الموبايل ده موجود في كل فروع محلات الباشا ومحلات الباشا بتقدم الموبايلات بأسعار كويسة وكمان في تسهيلات كتير في الدفع فممكن تدفع عن طريق كريت او اقصات او كاش تفاصيل اكتر عن فروع محلات الباشا هتليه تحت في الدسكريبشن والعاوة ستعرف موصفات التقنية بتاعت الموبايل ده بشكل كامل معنا احنا اتمن الاطراف عشان تسهل عليك المسكة لكن الموبايل وزنه مش تقيل في الايد وسنكه حوالي سبعة والتبانية من عشرة مليمتر من الجاه لامامية الشاشة ستة بوصة من نوع اي بي اس وبدقة اتش دي بلوس بالابعادة من تاشر لتسعة شاشة عادية بتطلع عنوان مظبوطة يعني مفايش عيب بيذكر يمكن بس كان يفضل انها تكون فول اتش دي بدل اتش دي بالذات على حكم الشاشة الكبير ده الشاشة في اشعة الشمس المباشرة بتقدر تشوف بشكل الى حد ما كويس الشاشة معليهاش طبق حماية لكن بيجي عليها ملزوق على الموبايل من تحتها ليس سماعة الموبايل الوحيدة اللي بتطلع صوت متوسط العلو ومتوسط النقاء ما هوش الافضل في فئته من حيث الجودة لكنه مش سيء المكالمات وتسجيل الصوت برضو مفهمش مشكلة كويسين وان كما فيش مايك اضافي لعزل الضوضاء بس الصوت كويس في النهاية نيجي بقى للكاميرات ودي نقطة قوة الموبايل بيجي بكاميرا ستاشن ميجا بيكسل خلفية بفتحة عدسة وكاميرا امية عشرين ميجا بيكسل بفتحة عدسة بفلاش مزدوج امامي الموبايل بيطلع صور مميزة جدا الصبح بس الوان فقعة جدا او متشبع بزيادة وده في بعض الاحيان بيخلي الصورة ممتازة جدا لكن في بعض الاحيان التانية بتبقى الصور شكلها مش طبيعي شوية تفاصيل الصور متوسطة والديناميك رينج جيد في الاوضاء الاقل الموبايل ادري برضو يدي اداء جيد بنويز قليل وتفاصيل مقبولة السيلفي بقى ممتاز جدا برضو بيطلع علامة شبع بزيادة ده حلو ووحش زي ما قلت لكن كان في دينامي كرينج جيد وتفاصيل جيدة بالليل التفاصيل بتقل وبيدان نعمة او مهزوزة شوية بس هنا هيجي دور الفلاش الثنائي في خاصية عدل امامي وهي سيئة جدا في المجمل الكاميرا ممتازة جدا لكن فوجة نظري تعامل السوفت وير مع الصور ومعالجاته ليها سيئة اغلى اللقاءة الصور قبل ما صورها كان بيبقى شكلها ممتاز وتي بعد ما تتعالج بتطلع بالوان فقعة او مش مظبوطة وبس السيلفي كان كتير بيطلع زيادة عن الزوم بس في العموم ده يعطار افضل موبايل سيلفي مسكته في الفئة السعرية دي البطارية هنا هي تلات تلات سبعمائة خمسين ملي امبار ودي تديني حوالي تسع ساعات على واي فاي بس او ست ساعات على داتا بس ودي ارقام تتخلي المستخدم التقيل بالكتير اوي شحنه مرة واحدة في اليوم ولما يجي شحنه الموبايل ده هيشحن في حالي ساعتين واربع بالشحن اثنين امبار المرفق معا في العلبة الموبايل جي بياس فيه دقيق جدا وسريع جدا كمان في بوصلة في الموبايل فتجربة في الموبايل ده ممتازة موجود بصمة خلفية وشغالة بشكل سريع ودقيق جدا كمان موجود الفيس ان لوك اللي بقى موجود في الفيس سريع دي كلها ميزة تروجية لكنها شغالة وموجودة وكويسة نيجي بقى لاداء الموبايل عندنا هنا الهاليو بي تونتي تثري مع تارتة جيجا رام واثنين وثلاثين جيجا ذاكرة داخلية وصفات على الورقة تدينا اداء ممتاز جدا لكن في الواقع السوفتوير بتاع الموبايل مش كويس مش سلس قوي وفيه ابليكيشنز كتير بتعمل من وقت للتاني بالتالي السوفتوير عاوز يتحسن كتير عشان يبقى اكثر سلاسة ويبقى ما فيهوش لاج لكن بعيدا عن بعض المشاكل اللي بتظهر في السوفتوير دي لكن الاداء العام للموبايل جاي جدا يعني مش هدايك خلص الالعاب بقى فانت تقدر تشغل الالعاب الخفيفة ومتعصدة بشكل كويس جدا الالعاب تطيلة شوية تلاقي فريم دروبس لكن برضو هتبقى تقدر تلعب بشكل كويس يعني الموبايل ده بيجيب على انتوتو حوالي تمانين الفة نقطة نيجي للسوفتوير والموبايل ده بيجي باندرويد اوريو على وجهة هاي او اس اللي بتاعت تكنو ويمكن للسوفتوير هو اكبر عيبا شايفه في الموبايل موبايل كهاردوير ممتاز جدا لكن السوفتوير ناقص فيه شوية حاجات كتير اهموه من السوفتوير مليان ومليان حاجات ملايش اي لازم اخالص وده بيخلي الموبايل تقيل كان في بوكز في بتقفل لوحدها مش سالس كفاية معالجة الصور في السوفتوير مش كويس قوي بالتالي السوفتوير ده محتاج شغل كتير جدا من تكنو لان فعلايا هاردوير بدع الموبايل ممتاز جدا فلو حطينا عليه سوفتوير كويس كان الموبايل ده هيبقى احسن بكتير لكن عموما السوفتوير برضو فيه شوية موايزات ومن الموايزات دي هي ميزة عشان تقدر تغير شكل الموبايل زي ما انت عاوز كان في موايزات تانية داي مسلا تقدر تعمل نقراتين عشان تفتح الشاشة او نقراتين عشان تقفر الشاشة وهي تقدر ترسم حاجاتها على الشاشة عشان تفتح بشكل سريع للأسف ما فيش ميزة النسختين من نفس التطبيق اللي هيبقت رائجة دلوقتي شوية اضافات سريعة كده الموبايل ده فيه لمبة اشعارات بس بتنور باللون الازرق بس الموبايل فيه منفز منفصل للميموري غير منفزين للشريحتين الموبايل فيه جايرو اسكو فتقدر تستخدم في ارع عادي الموبايل الموبايل اللي مفهود ان هو فيه مستشار الضوء لكن اضمن النواة مش شغال او اظن ان هو مش موجود اساسا فبدلوس على اوتو ما بتعملش حاجة لازم تتحرك الاضاءة بتاعة الموبايل بنفسك اخيرا الموبايل بيجي معه كيفر فليب كويس جدا في العلبة الخلاصة للموبايل ده لما تشوفه على الورقة تحس ان هو مميز جدا لكن الصفتوير بيخالي الموبايل شوية تجربته مش كويسة فاوظن ان لو كان صفتوير احسن على الموبايل ده كان موبايل ده هيبقى من احسن مجالات في الفئة الشعرية دي لكن عموما السيلفي في الموبايل ده يعتبر ودي تقريبا نقطة قويته وبس كده لو انا ساعدتك تاخد قرار فلينك الموبايل ده هتلاقي تحت في وكم ممكن تتابعيني على تويتر اتاح من نتحت جده وتابعيني على فيسبوك وكم ممكن تتابعيني على جروف هتلاقي كل ده تحت في ويالله السلام